السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتحية للجميع مرحبا بكم فيديو جديد أولا مبروك مبروك للمنتخب الوطني المغربي وللجماهير المغربية عن جدارة واستحقاق صراحة وآداء ونتيجة للأسود تمكنوا من هزيمة المنتخب المصري الشقيق بسداسية نظيفة إخواني المغاربة نتمنى أنكم تعطوني رأيكم في الأداء دي المنتخب اليوم وتصفيقات أيضا على اللاعبين لتقاتلوا صراحة وجابنا الميدالية البرونزية لأول برة في التاريخ كفريق عربي توجه بالميدالية في أولمبيات وكرابع منتخب إفريقي منتخب الوطني المغربي الحمد لله بالأسماء اللي عندنا دائما كنا كنا نقولها الدور دي الإعلام المغربي مهم لا بد علينا من الصبر لا بد علينا من دعم المنتخب الوطني المغربي في السنوات الآخرة لولينا كنشوفه منتخب عالمي وبالشهادة دي الإعلام العربي اليوم وعلق دي المباراة في كل مرة يعود ويقول حرام المنتخب المغربي. حران المنتخب المغربي متوجه في النهائي. كانوا اخطاء اكيد اما في المباراة دي المنتخب الاسباني. ولكن هذه كورة القادمة. الاهم هو التتويج. الاهم هو كالركزه. الاهم هو التتويج بميدالية ورفع العالم المغربي. هذا هو الاهم. هو انه الميدالية البرونزية صراحة مهمة جدا. وشوفنا الاحتفالات دي اللاعبين. دي المدرب. اللقجع. ايضا الريقراقي. دائما نقولها. التعاون مهم تعاون بين المغاربة مهم من أجل التتويجات من تكلموش على رقراقي ولا نقوله لا طريق سكيتي ولا أطول لكن كان تعاون بين الرقراقي وبين طريق سكيتي والدعم الكبير دي الجامعة بقيادة فوزي رقجع باش أنا نوصلوا لهذه المستوى باش أنا نوصلوا المنتخب الوطني المغربي لهذه المستوى الكبير صراحة بعض الناس اللي خرجوا وانتاقدوا وانتاقدوا صراحة بعض اللاعبين واليوم اللاعبين أكدوا على الجاهزية دي المؤكدوا على المسؤولية دي لهم توجه بالميدالية البرونزية أمام الجماهير الكبيرة التي أرفعوا له القب لأنه رغم الخروج والخسارة أمام المنتخب الإسباني صراحة بأخطاء لكن اليوم كانوا أمام المنتخب المصري ملعب نونت ممتلئ على آخره بدعم للمنتخب الوطني مغربي فهذا شيء إيجابي برافو تشكيل فقط أسامة العزوز المدافع شفنا أكرم النقاش اللي كان البديل ديال اللاعب العزوزي أعطاه صراحة الأداء ديالو أعطاه المفعول ديالو فض المباراة وتمكن أيضا من تشجيل الهدف ديالو الشخصي في هذه المباراة هناك بيلك بأنه عندك مدافع بيحس وجومي هناك بيين بأن الحمد لله ذكة البودلة خصة فقط التوظيف أما بعض الإعلاميين اللي خرجوك يتكلموا بأن ذكة البودلة ضعيفة بأن المتخب الوطني مغربي ما عندناش لاعبين يعني في المستوى على مستوى الاحتياط اليوم تبين على أن المتخب الوطني مغربي ما ينقصه فقط هو كيف توظف اللاعبين على أرضية الميدان واش نقوله اليوم طارق سكيتيوي هو لي تكلف باش هو لي دريق راقين أنا ما نظنش لأنه كان تعاون ما بين المدربين الحمد لله شفنا تاريخ جديد تاريخ هو التتويج بالذهب أمس البريحة مع العداء المغربي سوفيان البقالي الذي أبدع وأقنع وأرفع الرأي المغربية وإن شاء الله بيحويلها غدا غادي سلم الميدالية الذهبية أديره أمام الجماهير المغربية وشوفه العالم المغربي يورا فريف كذلك أيضا المنتخب الوطني المغربي غادي سلم أيضا البرونزية دياله وشوفه أيضا العالم المغربي يورا فريف وأيضا تاريخ جديد كتبه السوفيان الرحيمي هداف الأولمبيات بتمانية أهداف نتمنى إن شاء الله بيحويله أنه في المباراة ديال إسبانيا وديال كذلك ديال فرنسا ما يكونوش اهداف كتير من المطاردين لسوفيان رحيمي لكن لا اظن انه سوفيان رحيمي سيكون ان شاء الله بحوله هو الهداف التاريخي للعرب والافريقة في اولمبيات وكذلك ايضا تعادل مع رياض ابراهيم اللاعب المصري في الولمبيات كان سبق له السجل ايضا تمانية اهداف اذا سوفيان رحيمي نال اشادة الجميع حتى الاعلام العالمي الرياضي تحدث عن هذا اللاعب مستقبل كبير وربح كبير ايضا للعين الاماراتي اذا المنتخب الوطني مغربي اداء ونتيجة اليوم جميع اللاعبين كانوا في المستوى شفنا ايضا تفاهم رغم ان المنتخب المصري صراحة اللعب ديالو صعيب جدا باش تختارق الدفاع ديالو وهذا الشي اللي شفنا امام المنتخب الفرنسي لكن هناك يتبين بان المنتخب المغربي اقوى من المنتخب الفرنسي لان شفنا المنتخب الفرنسي كيف عانى المباراة ذهبت الى الاشواط الاضافية يعني شفنا كيف عانى أمام المنتخب المصري لكن اليوم المنتخب الوطني المغربي نظن أنه بالفرديات وكذلك بالتاكسيك دي المدرب وكذلك أيضا بيء المهارات دي البعض اللاعبين الحمد لله خلقنا الهفوة داخل الدفاع دي المنتخب المصري وتمكننا من تشجيل سوداسية ره المنتخب الوطني المغربي هو الهدف أيضا هو الذي سجل أهداف بغزارة تقريبا 15 هدف و لا 16 هدف يمكن 15 15 هدف دي المنتخب الوطني المغربي مقارنة ما بالمنتخب الفرنسي وكذلك المنتخب الإسباني اللي عندهم 11 هدف انتمنوا إن شاء الله بحول أنه هذه الإنجازات السمرون أكيد رفعونا الراس شوفنا الاحتفالات شوفنا الأجواء داخل المنتخب الوطني المغربي الأسماء التي أقنعت وأبدعت وربح كبير للمنتخب الوطني المغربي الأول مستقبلا ما يمكيش أنه هذا العمل جاء عن فراغ ما يمكيش أنه الانتقادات لهذا ما تبني المنتخب الوطني المغربي وعليها كناك نتكلمه أمس البريحة منك تشوف العداء المغربي سوفيان البقالي يتحدث مع الزميل دياله محمد تيدوف في السباق وكيقول له أود دي الضغط على الإيتوبيين باش أنه ندخل في السباق أولا هناك يبين بأنه التعاون ديال المغاربة مهم التعاون بين المغاربة كيعطي دائما الأكل دياله تعاون محمد تيدوف مع سوفيان البقالي سوفيان البقالي تمكنه من الدخول في المقدمة كانوا دو تمويه للعدائين الأوتوبيين كذلك أيضا في كرة القدم على شخص ننتقلو ونخرجو بعض الناس خرجو بالفيديو طريق سكيتيوي كيفاش بغيته مدرب ديال منتخب أول ميمشيش يحضر أنابيات كيفاش بغيته مدرب ديال منتخب الأول ما يتقربش من لاعبين لأنه هو المدرب ديال منتخب الأول ومعظم اللاعبين اللي كانوا في المنتخب الأول لأقل من 23 سنة وهم اللي يلعبون مع المنتخب الوطني المغربي الأول هنا مدرب يعرف اللاعبين يتقرم اللاعبين باش دائما يكون ذاك تقارب وكذلك ايضاك الحس العائلي والجول العائلي دائما احاضر في المنتخب الوطني مرمي انا ضد الفكرة انه بعد الدول العربية بدأت التحدث على وليد القراغي وطاريخ سكيتيووب داو كيضربوا الامتلاك يقولوا علاش احنا بعدنا مدربين ديال المنتخب الاول علاش ما كيمشيف شحتهما ويحضروا هاد المباريات ويعطيوا حد دعم اللاعبين هذا انجاز رو الله العظيم له انجاز كبير انه منتخب الوطني مغربي امام العالم وجميل في الامر هو انه انتمنى ان شاء الله بيحاول الله لانه الجماهير المغربية هي التي تستحق احسن الجماهير ان شاء الله في الولمبيات ديال باريس لان الحضور دياله كان قوي في جميع المباريات في جميع المباريات انا كنتظن تجاوز حتى المنتخب الفرنسي يعني يستحق المنتخب الوطني المغربي ايضا وجماهير المغربية ان تنال ايضا احسن الجمهور في الولمبيات ديال باريس هذا الإنجاز اللي حققناه أكيد إنجاز كبير يخدم الكورة المغربية الناس اللي بدأوا كيتكلموا أمس الباريحة بعض دول ديالهوك يلي كاوديب اللي المغربي مدحت ميدالية سبحان الله ما جاءت 24 ساعة دور احتاجي من الميدالية الذهبية والميدالية البرونزية وإن شاء الله الخير القدام إن شاء الله بيحويلها إخواني مبروك مبروك للمتاخب الوطني المغربي الحمد لله البودلاء اللي دخلوا عطال إضافة كذلك أيضا كنا خايفي من خط دفاع ديال المتاخب الوطني المغربي اللي في بوكامين كذلك أيضا العزوزي العزوزي اللي كان مصاب لكن دخل النقاش اعطال دور دياله وعطال إضافة دياله وإزاد سجلنا الأهداف إذن صوفيا الرحيمي السجل له هدفين كذلك بيلال الخنوس اللي كان غائب على المباراة ديال المتاخب إسبانيا واللي كان أيضا عبء كبيع المتاخب الوطني المغربي في الوسط ديال الميدال بالغياب بلال الخنوص المبارة دي الإسبانية. كان قلت أن تظن أنه خط الوسط هو أقوى. يكون عندك خط الوسط قويرة أيضاً. غادي تفوز وغادي تحكم في الأجواء ديال المبارة. بلال الخنوص صراحة المكانة دياله لا تناقش في المنتخب الوطني المغربي. اليوم قدم مبارة كبيرة. سجل أعطى الهداف يعني برافو برافو سوفيا بلال الخنوص سوفيا رحيمي أيضاً لا نقاش فيه. كذلك أيضاً ششرف رحيمي القائد دائماً كيبقى على أرضية الميدان والحمد لله شفنا الهدف الساروخي والرائع الذي سجلوا الهدف السادس وختامها ميسك. يعني أهداف جميلة أداء رائع لا من الجمهور على المدرجات ولا من لاعبين على مستطيل الأخضر. ولكن الغريف الأمر أنه لاحظت لقطات من بعض اللاعبين ديال المنتخب الميصرين أنهم كانوا يحاولوا ما أمكان أنهم ينفزوا اللاعبين ديال المنتخب روطان المغربي وعلى رأسهم أخوه ماش الحمد لله أنه لاعبين ديالنا ما تسبعوهمش لأنه في بعض الأحيان كانوا بغيروا نفزهم باش يدخلوا في منواشات وكان عارفوا اللاعب ديال المنتخب اللاعبين المصريين اللاعب الطريقة ديال اللاعب ديالهم كذلك أيضاً أشرف حاكمي شوفناه اليوم فض المبارة يعني ما مسوقش يعني لاعبي بورودهان يعرفصوا بأنه ميدالية البرونزية رهاكينا في الجيب على كل حال إخواني كان هذا وتعليق فقط ديال الفرحة وديال احتفال إن شاء الله بيحول الله القادم أفضل بالتتويج أيضاً بالميدالية البرونزية جوج ديال الميدالية الذهبية في ألعاب القوى كذلك البرونزية في كرة القدم لأننا شوفنا كرة القدم هي فيها الشعبية الأكثر وهذا الجيل هذا خلال الإعلام العربي والعالمية تغنى بالمغرب وشوفنا المعلق ديال المباركة الحرام المنتخب المغربي ما يكونش في النهائي والله العظيم لو واجهنا المنتخب الفرنسي في النهائي السنفوز لأننا شوفنا المنتخب الفرنسي عانى أمام المنتخب المصري النتيجة صراحة تخلي منتخبات أخرى تضرب ألف عساب للمنتخب الوطني المغربي إخواني مبروك مبروك للمغاربة مبروك للجمهور المغربي الذي أبدع وكان حاضر في المدرجات كذلك أيضاً مبروك لللاعبين برافو اللاعبين تقاتلتهم برافو المدرب لقجاع وليدر جراغي الجميع من أجل مصلحة كرة القدم المغربية ودائماً قلوها دور الإعلام المغربي ضعيف ضعيف جداً لأننا شوفنا بعض الانتقادات اللي طالت بعض اللاعبين واليوم هاهم يتغنوا باللاعبين اللي ضعوا الإضافة مع المنتخب الوطني المغربي وحققوا الأهم الأهم هو الانتقاد البناء باش أننا لا بغينا أن نمشي والقدام ماشي بحل بعض الدول اللي رأيها كتعاني وكان المشكلة السقوط دي المنتخبات ديالهم هو الإعلام اللي شوش على المنتخب ديالهم واللي حطم كرة القدم ديالهم وهما كيعانيوا على غيرها المغرب اللي غادي في السنوات الأخيرة بقيادة فوزي القجاع يعني الحمد لله في تطور شوفنا كثير من اللاعبين القدماء من جي ديال أفن وربعة في تونس يعني على رأسهم خرجة كذلك أيضاً جواز زائري يعني بزاف ديال اللاعبين شماخ بزاف ديال اللاعبين حطم فوزي القجاع أنهم كتنقيب على المواهي في الدوريات الأوروبية وهذا الشي اللي يخدم منتخب الوطني المغربي وهذا الشي اللي يخلينا نشوفوا لاعبين آخرين إن شاء الله يلتحقوا بالفئات السينية للمتخب الوطني المغربي عمل كبير وعمل كبير يقوم برئيس الجامعة فوزي القجاع بشهادة الإعلام العربي فيما وصلت إلى كرة القدمة المغربية لهذا المستوى العالمي إخواني مبروك للمتخب الوطني المغربي مبروك لجميع وتحياتي لكم لايك الفيديو خلووا لتعليقاتكم وبركونا اللاعبين وللمغاربة تحياتي لكم وديم المغربي